اشتركوا في القناة 12 وكيل شاب 12 وكيل شاب هذا مهم جدا وكان في علام الصدق ديال التعديلات اللي قدمناها في القوانين الانتخابية في البرلمان وكان رشحوا ثلث ديال المرشحين ديالنا في الجهة أكثر من ثلث ديال المرشحين ديالنا في الجهة تعدوا 30% أكثر من ثلث من الشباب هذا هذه إشارة مهمة جدا من قيادة العدل والتنمية للشباب المغربي هذه الانتخابات رقم ثلاثة أو الرابعة ثلاثة اللي كان ديروا في ضد الدستور ديال 2011 في الانعطفة الكبيرة اللي ادرت في 2011 اللي كان الشباب ساهم فيها بشكل كبير جدا كونش ما كان الشباب ما انتظروش لا دستور ديال 2011 وبالتالي الشباب لا بد أنه انخرت كيما انخرت في 2011 انخرت في 2015 انخرت في 2016 لا بد أنه انخرت بقوة في 2021 من أجل الحفاظ على المكتسبات لتحقق اليوم العدل والتنمية جاقدم حصيلة مشرفة على مستوى الجماعات حصيلة مشرفة على مستوى الحكومة مشرفة جدا جاقدم برنامج مبني على طراكم ديالتجربة برنامج واقعي هذا شي بش العدل والتنمية كيهي وكيستعد الانتخابات وكيخرج للمواطنين في المقابل هناك ناس خرجوا بالأموال خرجوا بأموال طائلة أموال كبيرة فعلا السؤال ديال منين جابوا هذا الشي يطرح فاشكا تطرح السلطة والمال هذا هو المشكل الكبير لكي يطرح فاشكا نقوله أن الجامع بين السلطة والمال يهدد الديموقراطية في هذا البلاد يهدد الممارسة السياسية وهذا ما كانش تناسب وما كانش نقطة انطلاقة واحدة ديال للجميع وبالتالي هذا كيطرح إشكال حقيقي بالنسبة لجميع الأحزاب السياسية هناك من لاحظ هذا الأمر وهناك من تحدث عنه ولكن الموضوع ديال التحالفات لابد أن يطرح لأن نتائج الناس يمشي ويبغيون يصنعها بهذه الكيفية ما يمكنش لا يمكن أن نتحدثها بعد ذلك عن تحالفات ودوزوا بشكل عادي طبيعي بنتائج يحاولون البعض أن يطبخها باستعمال الأموال والضغط على المرشحين لأخ الأمين العام في حضر مهرجانة تحكي له أن شاباً من العدلة والتنمية تعطا له 150 ألف درب لذلك ليحدثوا علائل Solutions وهم أن يجري في المرشحين وأن يشريون المرشحين العدل والتنمية ليستطرحونgie مع العدلة والتنمية لو أن تتخيلوا الأرقام المبلغ واحد دائرة في هم 150 ألف درب م trouve فموضوع من دائرة ليس لألموال التي ستذعط الملايير هذه التي يجري لها ويبيع لا يبيع أحد ي sin فوق Armor يجري لها ويبيع هذا يجب أن يع模ع والمواطنون جيدا نقطة ثانية الناس الذين يتحدثون اليوم عن فشل الحكومة وتحدثوا عن جيني وغير جيني والتعاقد هذا سنقول لهم جملة الحصيلة الحكومة التي ترأسها إلى 2011 خرجوا المغاربة الشارع وقالوا لها إرحال هذه خلاصة هذه الحصيلة انتهى الموضوع لم يكن يعطينا الدروس كان ممكن يعطي الدروس اليوم كان يعطيها في 2011 كان لم يكن يخرجوا المغاربة من أسباب يكن يخرجوا المغاربة من بين الأسباب اللي يخرجوا المغاربة الحصيلة الضعيفة للحكومة التي يدبروها من 2007 إلى 2011 نقطة الأخيرة التي أريد أن أشير إليها السيناريو الموعود اللي يبشروا به هؤلاء ما هو؟ يحيدوا العدل والتنمية وماذا بعد؟ ما هو؟ سيرجعون المغرب إلى الممارسات التي قضينا عليها من 2011 سيرجعون إلى التمكين للكرطيلات الفساد والاستبدأة داخل الإدارة داخل جماعات داخل الجهات وداخل الحكومة هذا هو السيناريو الموعود لداءنا للشباب اليوم نأتي لهم اليوم لكن يتحملوا مسؤوليتهم يتحملوا مسؤوليتهم يحفظوا على المكتسابات لخلقناها جميعا كأبناء هذا الوطن كشباب كشيب كنساء كرجال في هذا الوطن خلقنا مكتسابات لدينا تراكم كبير مسؤوليتنا جميعا أن نحافظ عليه لا بد أننا نخرجوا اليوم أيضا في 2021 من أجل الحفاظ على هذه المكتسابات ليس لتصويت على العدوة المية فقط لا من أجل الحفاظ على هذه المكتسابات والتمكين لهذا المصار ليحاولوا أنهم يتراجعوا عليه في 2015 ما استطعوش في 2016 ما استطعوش في 2021 أيضا ما غير يستطعوا ليس لأن العدوة المية قوي أو ضعيف لا لأن المغاربة نادوا قالوا لا لهذه المصارات التي يحاولون بعض صنعها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة